وانا بتكلم على مسألة الهايدروجين الاخضر مع زمالي فكت بقولهم انه ده البترول الجديد بص ربنا سبحانه وتعالى حقيقي يعني بيحب البلد بتاعتنا مصر زي ما ربنا كده اكد على عموم البشرية دائما انه هذا البلد بلد امن لانه ادخله مصر ان شاء الله امنين طيب والبلد ده لما تيجي تبص عليه تاريخيا مهما كانت الكبوات فبما انه لكل جواد كبوة واحدة مصر اقوى من اي جواد واسرع واكبر واعظم من ذلك بل واهم ومصر عشان تبقى فاهم هي مش بس مهمة للمصريين هي مصر مهمة للعالم من اراد ان يصدق ذلك فليصدقه ومن لا يريد هو حر بس المنطق والتاريخ والسياسة والاقتصاد بيقولوا كده مصر مهمة في المنطقة العربية لكل الاسباب الممكنة وضعها الجغرافية قوتها الجيوسياسية بنتكلم على ممراتها الملحية بنتكلم على قوتها المسلحة جيشها الجبار بلا تجبر بالمناسبة طيب كده الحال بالنسبة لمصر ووضعها لا يسمح على الاطلاق مش هقولك الا انه العالم يخطب ودها ولكن العالم اصبح عنده يقين حقيقي انه هناك ضرورة قصوى مش بس ملحة فالحفاظ على استقرارها دائما مش عاوزين فيها مشاكل تاني العالم جرب انه ينسج المؤامرات على هذا الوطن خلال سنين طويلة مضت ومن بعد 2014 كان بيقدم رجلي ويأخر رجل وبعد شوية وصل الى هذا اليقين استقرار هذا البلد اصبح ضرورة ملحة وقصوى لدى كل العالم مش بس كده هم شافوا انه الادارة السياسية لهذا البلد ادارة عمليا غير متجبرة ادارة تطالب بانه يبقى الكل على قدم المساواة سواء اذا كان في الداخل او في الخارج ادارة طول الوقت قاعدة عمليا بتتكلم مش بس على هموم هذا الوطن اهنا بتكلم على رئيس جمهورية مصر العربية تحديدا فخامة رئيس ابن الفتاح السيسي لا يتحدث فقط على هموم المصريين وانما على هموم المصريين وهموم افريقيا ليس فقط على مشاكل مصر ولكن مشاكل مصر وافريقيا والمنطقة العربية عندما يتحدث عن خير او عطاء او ثروات فانما يتحدث عن الثروة التي يجب ان تكون في محل او في يد مصر والمنطقة العربية وافريقيا بل والعالم العدالة الدائمة حتى في المناخ العدالة المناخية الاخ 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 تلاقي ربك سبحانه وتعالى بعت لنا الشمس عشان نعمل حاجة زي مجمع بنبان هو بعتها لنا اكيد لا هو بعتها للبشرية بس حابة هذا البلد بأعلى مناطق سطوع شمسي على ظهر الكوكب فيبقى في وقت من الاوقات لما يبقى فيه عندنا ارادة الادارة او ارادة القيادة انه ايوه احنا لازم نبدأ نشتغل على هذا الملف او نشتغل على هذه العطية والمنحة الالهية وبعدين نلاقي عندنا مناطق فيها اعلى معدل للتصارع بتاع الرياح زي جبل الزيت والحتة بتاعت العين السخنة وما الى ذلك فيبقى فيه عندنا هنا بقى ايه ارادة سياسية حقيقية ان احنا نشتغل على هذا الملف طيب وبعدين يبقى فيه عندنا سروة طول عمرنا بنسمع عنها ولكن لا احد يحركها اسمها الرملة السودة طول عمرنا بالمعنى الحرف طول عمرنا احنا واهلينا يعني في النهاية خالص يعني انا مثلا ابوي الله يرحمه لو كان عايش دا كان مولي ساعة 35 يعني النهاردة كان يبقى فيه عنده وصلا حوالي 88 سنة يعني من قبل ما ابوي عيت ولد وهم بيتكلموا على الرملة السودة الثروة العظيمة اللي موجودة في مصر فنيجي احنا من 3-4 سنين نشتغل بشكل حقيقي وجاد على استغلال هذه الثروة اللي بالمناسبة يصفها العالم بانها بترول يتدفق في مصر دا العالم اللي بيقول مش بس احنا واي حد عنده دراية ولو بسيطة بابسط قواعد العلم هيعلم جيدا انها ثروة انا هنا بقى مش بيقولك ان احنا في عندنا ثروة من هذا النوع السرواة بتبقى موجودة احيانا في بطن الارض او الموارد سواء اذا كانت موارد طبيعية او بشرية ولا احد يستغلها طب ما احنا جربنا ده 90 سنة ومحد يستغل الرملة السودة طول عمره اكتر من 90 سنة واحنا عارفين ان احنا عندنا معدلات سطوع شمسي وكان عندنا اول محطة للطاقة الشمسية في المنطقة بالكامل وفي افريقيا بالكامل ومن اوائل دول العالم كانت موجودة في المعادي وما عملناش حاجة بعد جد مثلا يعني طب ما احنا عارفين ان احنا عندنا طاقة رياح مكنناش بنعمل حاجة لكن هنا اصبح فيه عندك ادارة سياسية فيه عندك رئيس فيه عندك دولة فيه عندك مؤسسات اجهزة حكومة بجد عايز ان البلدي تطلع لقدام طب ده معنى ايه يا يوسف معنى ان احنا نتحول لبلد غني اه قولا واحدا اه بشرط واحد نعرف ازاي نستخدم مواردنا بالمزبوط وما نستهلكهاش عمال على بطال يعني ادارة الموارد ما هنتسهل لنتيج من رملة السودة وتصدرها زي مايا خام فاللي حصل عندنا دلوقتي انه لا بالمناسبة كنا قبل كده بنصدر خام بطراب الفلوس اللي حصل دلوقتي لا يعني المجمع بتاع كفر الشيخ ده مش بتاع الكلام ده ده بتاع حطيلي القيام المضافة اشوف ايه اللي هنستخدمه محليا وإيه اللي هنقدر نصدره في صورة اخرى إيه لاخ لك نجاوه تصدير الخامدة كل سنة وانت طيب طيب بس كمان احنا لازم ننظر الى انفسنا بمعنى ايه هو احنا هنفضل طول الوقت في حالة زيادة سكانية غير مسيطرة عليها هضرب لك مثل بسيط عمدك حطة ارض مثلا خمس فددين عشر فددين ملكك ينغنغوك صح؟ ازرعهم اشوان جزا ما كنت بقولكه قبل كده هينغنغوك طيب حضرتك اتجوزت هينغنغوك خلفت عيال هينغنغوك بقى عندك احفاد وهم هم العشر فددين الدنيا حلوة طب والاحفاد هم كمان اتجوزوا وخلفوا اصبح في عندك اربع خمس اجيال انت متصور ان العشر فددين اللي كانوا ملكك لوحدك زمان وانت فرد او وانت رجل وزوجاته واثنين من الابناء صاروا عظيمة طب و لما يبقى اللي بيستفيد مما تغله الارض العشر فددين دي خمسين واحد هيبقى ايه ده مش بس كده ما احنا عايشين عليه فبقت زحمة عمل بالزبط زي الرقعة العمرانية في مصر فيما سبق كلنا عايشين في نفس الحتة و الرقعة الزراعية بتاعتنا هي هي الضفتين يمين وشمال بتوع النهر وصولا الى الدلتة ما بنزودش حاجة وبنزود عددنا و نشطنا الاقتصادي تقريبا هو هو ولا نبتكر انشطة جديدة ولا نخلق عمرانا هيحصل ايه خلاص ده بقى اللي احنا بنقوله خد بالك ان الارض بتاعتنا هي هي اسمها جمهورة مصر العربية ومواردها الطبيعية هي مواردها الطبيعية الشطارة ازاي نستغلها والشطارة ازاي ما نحولش هذا المورد الى انه يتحول الى مورد ناضب هتيجي تقولي بس الشمس الله تنضب اقولك اه بس قدرتك على الاستغلال هاي لا هتبقى ناضبة لانه الزيادة هتبقى ضخمة جدا في الاعداد طب وبعدين هنكسب ازاي ما ينفعش خلوني من هنا نعتبر انه ده مجرد غذاء مال التفكير نقعد نفكر فيه بالراحة على هداوة كوب بيت شاي سندويتش اجيب نارومي ونقعد كده ايه ننقنق في التفكير زي ما بنقنق في السندويتش ننقنق في التفكير هل احنا محتاجين الزيادة دي ولا انا الاوان بالعقل عد رأيكم اساس وقدي مهندس الله يا رحمه مش كده ولا ايه